الأيام المحمدية هي أيام الله بحسب بيان القرآن سورة إبراهيم الآية الخامسة بعد البسملة من السورة من سورة إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نحن في الصحيفة الرابعة من صحائف العقيدة السليمة شؤون النبوة الخاتمة وهذا هو الشأن الخامس الأيام المحمدية التي هي أيام الله فأيام الله هي أيام محمد وأيام محمد هي أيام الله أقرأ الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أرسلنا موسى بآياتنا على أي شيء تشتمل هذه الآيات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور في سورة نفسها في سورة إبراهيم في الآية الأولى بعد البسملة ماذا نقرأ فيها ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لأي شيء لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى أين إلى صراط العزيز الحميد فكل ذلك يختصر في هذا العنوان إخراج من الظلمات إلى النور الكلام هو هو في الآية الخامسة بعد البسملة من السورة نفسها وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى تفسيرهم لقرآنهم أيام الله ثلاثة أيام هي جمع هي ثلاثة أيام يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة هذه هذه هي أيام الله والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالنبوة الخاتمة هذه هي أيام محمد الحديث عن يوم القيامة فقط هذا كان مناسبا لمرحلة التنزيل فالدين في مرحلة التنزيل كان مهتما بتربية الأمة على الاعتقاد بيوم القيامة بسبب عقائد الجاهلية الأولى أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فالوقت ضيق بالنسبة للمطالب المهمة التي أريد أن أضعها بين أيديكم في مرحلة التنزيل كان الاهتمام بتربية الأمة وبتعليمها على عقيدة يوم القيامة على عقيدة المعات وعقيدة يوم القيامة هي عقيدة فرعية من فروع القرآن والقرآن والقرآن فرع من فروع النبوة بل القرآن شأن من شؤون بيعة الغدير المحمدية كما مر علينا الذين الذين جعلوا المعادة جعلوا يوم القيامة أصلا من أصول الدين هم النواصب الأشاعرة والمعتزلة هؤلاء هم الذين جعلوا المعادة أصلا وركض المراجع الأغبياء في النجف وراءهم المعادة فرع من القرآن والقرآن شأن من شؤون بيعة الغدير المحمدية وكل ذلك هو من شؤون النبوة الخاتمة فيوم القيامة شأن من شؤون النبوة المحمدية وليس أصلا قائما برأسه أما في مرحلة التأويل فإن الاعتقاد لا بد أن يكون بالأيام الثلاثة ولذا إذا ما ألقيتم نظرة على زيارات الأئمة التي هي مصدر المعرفة العقائدية لكل الشيعة الأئمة نسج لنا هذه الزيارات كي تكون مصدرا لكل الشيعة للعالم والجاهل للكبير والصغير للرجل والمرأة للقريب والبعيد هذا هو الهدف من هندسة الزيارات ومن طقوس الزيارات ومن برنامج الزيارات إنه إرجاع إلى مصدر التأويل إلى سادة التأويل وإنه بيان في حقائق المعرفة والعقيدة السليمة إذا ما دققتم النظر في تلك النصوص الكريمة فإن ذكر يوم القيامة يأتي في حاشية الأدعية وفي حاشية وفي حاشية الزيارات لأن يوم القيامة ليس مهما أنا لا أقصد هذا وإنما أوجه الأنظار إلى أن الأئمة في مرحلة التأويل وجهوا أنظارنا أولا إلى يوم القائم وإلى الرجعة ولذا هناك تركيز على الإيمان برجعتهم بإيابهم هذا واضح في الزيارات عموما وفي الزيارة الجامعة الكبيرة بشكل خاص من هنا فإن الاعتقاد لابد أن يكون بالأيام الثلاثة معا أن نعتقد بيوم القيامة وأن نجعل من يوم القيامة أصلا من أصول الدين هذا يخالف عقائد آل محمد هذا منطق النواصب هذا منطق سقيفة بني ساعدة هذا منطق الأشاعرة والمعتزلة فما بالكم كما يفعل السيستانيون يقدمون المعادة أصلا حتى على نبوة محمد عودوا إلى كتاب الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين لمحمد باخر السيستاني لابن السيستاني وهو يرسم لنا عقائد المنهج السيستاني جعل أصول الدين ثلاثة أولها التوحيد وثانها المعاد وثالثها الرسالة جعل أصول الدين هكذا التوحيد المعاد والرسالة جاء بعقيدة هي أسوأ من عقيدة النواصب أسوأ من عقيدة الأشاعرة الأشاعرة تقال من أن أصول الدين أولا التوحيد ثانيا النبوة وثالثا المعاد السيستانيون ذهبوا إلى ما هو أسوأ من عقائد النواصب والكتاب موجود وتحدثت عنه في هذا البرنامج في برنامج الخاتمة في الأجزاء المتقدمة من برنامجنا هذا يمكنكم أن تعودوا إلى حيثما تحدثت عن هذا الكتاب يمكنكم أن تعودوا إلى الكتاب بأنفسكم أحذر الشباب الشيعية من أن يأخذوا عقيدتهم من هذا الكتاب وفقا للمنهج السيستاني إنهم سيكونون نواصب بامتياز وإذا ما ماتوا على هذه العقيدة فإنهم سيموتون نواصب وبامتياز إنني أتحدث عن نواصب الشيعة ونواصب الشيعة أسوأ بكثير من نواصب السقيفة الإمام الصادق هو الذي يحدث المفضل ابن عمر من أن نواصب السقيفة أعداء الشيعة بينما نواصب الشيعة أعداء العترة فالمقصرة كما قال صادق أعداؤنا والناصبة يا مفضل أعداؤكم والمقصرة هم هؤلاء هؤلاء سادة المقصرة سيد المقصرة في زماننا السيستاني والمنهج المقصر في أسوأ صوره هو منهج العقائد السيستانية وهذا كتاب ولده محمد باقر الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين في أربعة أجزاء عودوا إليه سأعود إلى كتب العقائد كي أبين لكم مدى الأضرار التي ألحقتها هذه الكتب بنا هذا الكتاب وأمثاله من كتب المراجع منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا إلا أن أسوأ الكتب العقائدية على طول تأريخ حوزة النجف هي الكتب التي ألفت وفقا لمنهج السيستاني هذا الكلام ليس سياسيا وليس للدعاية والتسقيط كما يفعلون هذا الكلام كلام علمي عقائدي ديني شرعي أنا مسؤول عن في حياتي الدنيوية وفي حياتي الأخروية أسوأ المناهج الاعتقادية عبر التأريخ الشيعي منذ تأسيس حوزة النجف وإلى اليوم هو منهج السيستاني العقائد وهذا واضح في كتبه وكتب أبنائه لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا في هذه الجهة وإنما أعود إلى أن الاعتقاد في مرحلة التأويل لا بد أن يكون بيوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة وتلك هي الأيام المحمدية إنها أيام الله فإذا ما رجعتم إلى الزيارات الشريفة ستجدون تأكيدا واضحا على يوم الظهور وعلى يوم الرجعة ويأتي ذكر يوم القيامة في حواش الزيارة في الأدعية في الأدعية التي تكون في خاتمة الزيارات بينما الحديث عن يوم القائم وعن يوم الرجعة في قلب الزيارة في تفاصيل العقيدة عودوا إلى الزيارات وافحصوها بأنفسكم خصوصا إذا ما رجعتم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل التي هي الصورة الأنموذجية لعقائدنا صورة نموذجية لعقائدنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور الإخراج من الظلمات إلى النور بولاية محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما بنوا إسرائيل فضلوا على الأمم الأخرى لأنهم كلفوا بالتفصيل بعقيدة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وهذا الأمر بينه لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف أنتم لستم مطلعين على هذا الأمر لأن مراجع النجف الأغبياء الثولان أنكروا هذا التفسير وأخرجوه من ساحة الثقافة وساحة العقيدة الشعية سود الله وجوههم وقبح الله مناظرهم وبعد فيما بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة حتى لو كانوا في الجنة فإنني لا أريد مجاورتهم إن كنت من أهل الجنة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هذه الآية تذكرني بالآية المائتين من سورة آل عمران إنها الآية المائتان بعد البسملة من سورة آل عمران وهي آخر آية في السورة الشريفة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا والمرابطة أشد من المصابرة هذا هو الصبار الشكور يا أيها الذين آمنوا صبروا صبروا على دينكم وصابروا صابروا عدوكم وأشد الأعداء الذين يحاربون ثقافة محمد وآل محمد في الوسط الشيعي صابروا هؤلاء السفلة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا رابطوا إمامكم المنتظر مر هذا الكلام علينا فهذه الآية تتحدث عن كل صبار شكور هناك ترابط واضح بين آيات الكتاب الكريم وفقا لثقافة العترة الطاهرة وفقا لتأويلهم ووفقا لتفسيرهم بعيدا عن تفسير سقيفة بني ساعدة وبعيدا عن تفسير سقيفة بني مرجعية إنها سقيفة الضلال وسقيفة البعد عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون نعود إلى سورة إبراهيم وإلى الآية الخامسة بعد البسملة من السورة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور والمضمون جاء مذكورا وبشكل تأويلي دقيق جدا في سورة الجاثية في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية قل للذين آمنوا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله قطعا الخطاب لفظا لرسول الله فرسول الله ليس بحاجة أن يعلم كيف يبلغ رسالته وماذا يفعل وماذا لا يفعل القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار الخطاب لفظا لمحمد ومضمونا لي ولكم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الآية عجيبة في في صياغتها قل للذين آمنوا يغفروا فهل هم جهة المغفرة هل هي مغفرة دنيوية هل هي مغفرة أخروية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله فهل الذين لا يرجون أيام الله يستحقون المغفرة لا يستحقون المغفرة ماذا يقول عظماء حوزة الطوس قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الآية التي بعدها تفريع على التي قبلها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون هذا المضمون يتكرر في الكتاب الكريم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أعود إلى الآية التي ابتدأت بها من سورة الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون سنعود إلى هذه الجهة لكنني سأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث الشريفة هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه المتوفى سنة 381 للهجرة والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 134 رقم الحديث 75 في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئة إنه الحديث الخامس والسبع بسنده عن محمد بن الحسن الميثمي عن مثنى الحناط قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه الحناط يقول سمعت أبا جعفر يقول أيام الله عز وجل ثلاثة يوم يقوم القائم ويوم ويوم الكرة ويوم القيامة ويمكن أن يكون يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة أيام الله عز وجل ثلاثة يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة هذه هي أيام الله إمامنا الباقر يحدثنا ويبين لنا هذه الحقيقة هذا كتاب الخصال وأما مختصر البصائر للحسني ابن سليمان الحلي وفي الحقيقة هذا هو كتاب سعد الأشعري وتعريخيا هذا الكتاب أقدم من كتاب الخصال لا أتحدث عن المختصر المختصر للحسني ابن سليمان الحلي هو من أعلام القرن الثامن الهجري وإنما أتحدث عن الكتاب الأصل بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الأشعري القموي هو من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم وألف كتابه أعني بصائر الدرجات في زمن سابق على كتاب الخصال المضمون هو هو الرواية والمعنى هو هو جاء في كتاب البصائر هذا هو المختصر مختصر البصائر وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الرواية التي مرت في الخصال في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئة كانت عن مثنى الحناط عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه وهنا جاءت عن موسى الحناط عن إمامنا الصادق فإما موسى هو مثنى نفسه لكنه نقل الحديث مرة عن الباقري ومرة عن الصادق وإما هو شخص آخر بالنتيجة الرواية في الخصال عن إمامنا الباقري وفي بصائر الدرجات التي اختصرها الحسن ابن سليمان الحلي هي عن إمامنا الصادق أيام الله ثلاثة يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة هذه هي أيام الله التي يتحدث عنها القرآن وهي ترتبط ارتباطا مباشرا بالنبوة الخاتمة هذه أيام النبوة الخاتمة النبوة الخاتمة يبدأ برنامجها الفعلي من يوم الخلاص من يوم قيام القائم وبعد ذلك تبدأ الرجعة العظيمة والدولة المحمدية العظمى التي هي التطبيق الأتم والأكمل لبعثة محمد لنبوة محمد لرسالة محمد صلى الله عليه وآله ستكون في آخر زمان الرجعة العظيمة هذه أيام محمد فكيف نتجاوزها اعتقادا ونذهب للاعتقاد بيوم القيامة ذلك كلام يرتبط بعصر التنزيل في عصر التأويل فإن الاعتقاد بيوم القيامة لا يكون صحيحا من دون الاعتقاد بيوم القائم وبيوم الرجعة فهذه منظومة عقائدية متكاملة لا نستطيع أن ننكر إماما من سلسلة الأئمة إن كان ذلك من سلسلة الأئمة الاثني عشر أو من سلسلة الأئمة الأربعة عشر لا نستطيع أن ننكر يوما من سلسلة أيام محمد من سلسلة أيام الله فحينما يتحدث القرآن ويقول قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله هذه سلسلة واحدة أيام الله سلسلة مترابطة لا نستطيع أن نعتقد ببعضها وأن ننكر بعضها أو أننا نقول من أنها ليست ضرورية مثلما يتحدث ثولان النجاف وأغبياء النجاف من آيات الشيطان العظمى الذين ينكرون الرجعة أو يسخفونها هذا هو الواقع الذي عليه عقائد كبار مراجع النجاف البرنامج البرنامج ليس منعقدا للحديث عن أقوالهم وعن سخافاتهم تحدثت عن هذا بالوثائق وبالفيديوات وبالكتب والمصادر في برامج سابقة عودوا إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن عقيدة الرجعة في برامج المختلفة ستجدون التفاصيل واضحة هناك وستطلعون على السخف عقائد مراجع النجاف وعلى ضلالهم وعلى مخالفتهم الصريحة لقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم عشرات وعشرات من الآيات في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم تتحدث عن الرجعة العظيمة فالإيمان بالأيام المحمدية لا بد أن يكون إيمانا بسلسلة الأيام بالكامل وبالتمام فيوم القائم هو اليوم الأول ويوم الرجعة هو اليوم الثاني ويوم القيامة هو اليوم الثالث هذه عقيدتنا في مرحلة التأويل حصر الكلام بيوم المعادي تلك عقيدة في مرحلة التنزيل ونسخت نسختها مرحلة التأويل أتلاحظون أهمية معرفة أن الدين في زمان النبي كان في مرحلة التنزيل وقد نسخت تلك المرحلة هذا موضوع أساسي قلت لكم من أن مشكلة مراجع النجف هي هذه المشكلة لا زالوا حبيسين في المكان الذي حبست سقيفة بني ساعد نفسها فيه في مرحلة التنزيل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون بالضبط الذي يعتقد أن بعثة محمد قد تمت هذه عقيدة مخرومة بعثة محمد بحسب القرآن ما تمت ليظهره على الدين كله متى ظهرت ديانة محمد على الدين كله إنها في آخر عصر الرجعة العظيمة فلن يكتمل الاعتقاد بنبوة محمد من دون الاعتقاد بالرجعة العظيمة وكذلك لن يكتمل الاعتقاد بيوم القيامة من دون أن نعتقد بيوم القائم وبالرجعة العظيمة فمن شؤون الرجعة العظيمة هناك القيامة الصغرى لأن القيامة الصغرى التي تسبق القيامة الكبرى تجري على يدي الحسين الروايات هكذا أخبرتنا ما أنا الذي آتيكم بهذا الحديث من عندي عودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن الرجعة وعن هذه العقيدة الضرورية التي هي جوهر عقيدتنا لا تعبأ بما يقول نواصب سقيفة بني ساعدة ولا تعبأ بما يقول نواصب سقيفة بني مرجعية أولئك ضلال وهؤلاء ضلال فنواصب سقيفة بني ساعدة هم أعداء الشيعة ونواصب سقيفة بني مرجعية هم أعداء صاحب الزمان هم أعداء العترة الطاهرة الصادق المصدق جعفر هو الذي يقول لست أنا الذي أقول رواياتهم وأحاديثهم هي التي تخبرنا عن ذلك وأدل دليل عقائدهم وضلالهم قارنوا بين هذه الحقائق التي أطرحها بين أيديكم هذا ليس من عندي هذه عقائدهم هذا قرآنهم وهذا تفسيرهم لقرآنهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة خمسمية وستة وسبعين ينقل لنا رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيام الله المرجوة هذا التعبير يأتي مناسبا مع الآية في سورة الجاثية قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله فهي أيام مرجوة ولكن هناك من لا يرجوها الصادق يقول أيام الله المرجوة ثلاثة أيام ما هي هذه يا ابن رسول الله يوم قيام القائم أو يوم قيام القائم ويوم الكرة ويوم القيامة فهذه هي الأيام الإلهية المرجوة إنها هي هي أيام محمد أيام النبوة الخاتمة فيوم القائم هو يوم محمد بعينه بل إن القائم صلوات الله وسلامه عليه لن يتحرك حتى يأخذ الأوامر من محمد وعلي في يوم ظهوره الروايات تخبرنا بذلك وأما يوم الرجعة فإنه يوم دولة محمد صلى الله عليه وآله وأما يوم القيامة فإنه اليوم الذي سيتضح فيه ويظهر فيه شأن محمد بين الخلائق إنه يوم حاكميته ويوم شفاعته ويوم بيان فضله وعلو مقامه هذه أيام محمد يوم القائم ويوم الكرة يوم الرجعة قد تجدون في الروايات أن يطلق على الرجعة الكرة أن يطلق على الرجعة الأوبة وقد يطلق على الرجعة أيضا الدولة فهناك دولة وهناك رجعة وهناك أوبة وهناك كرة كل هذه العناوين يجمعها عنوان واحد الرجعة لكن حين نقول كرة فهناك حيثية قد نظر إليها وحين نقول أوبة فهناك حيثية نظر إليها وحين نقول دولة فهناك حيثية نظر إليها ليس المراد من الدولة ما هو معروف عندنا والتي تجمع على دول كما نقول الدول العربية الدول الأفريقية المراد من الدولة ما هو بمعنى التداول ما هو طور من الأطوار ما هو مرحلة من المراحل أيام الله المرجوة ثلاثة أيام يوم قيام القائم ويوم الكرة ويوم القيامة فهذه المضامين واضحة ومتكررة في أحاديث العترة الطاهرة وفي كلماتهم إذن ما المراد من الخطاب للذين آمنوا أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله هناك أيام الله المرجوة وهناك أناس لا يرجونها وهناك خطاب للذين آمنوا أن يغفروا لهم ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك يأتي واضحا في تفسيرهم هذا هو تفسير القمي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ستمية وأربعة وثلاثين عن داود بن كثير عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا الذين آمنوا نحن مننا عليهم بمعرفتنا بعقيدتنا السليمة لا بعقيدة سقيفة بني مرجعية بني نجف مننا عليهم بهذه العقيدة التي أحدثكم بها ليس لأنني أنا الذي أحدثكم بها لأنني أنقلها لكم من منابعها الأصيلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير ومن أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم وأنتم تلاحظون من أنني أفسر لكم قرآنهم بكلامهم وأشرح لكم كلامهم بكلامهم فمن هنا يأتي الفضل وتأتي النظافة لهذه العقيدة هي هذه العقيدة السليمة على الأقل بحسب فهمي بحسب عقيدتي إذا كنتم لستم متأكدين من هذا قارنوا فيما بينها وبين عقائد مراجعكم عودوا إلى مقدمة الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر فقد كتب عقائده في مقدمة الفتاوى الواضحة عودوا إلى مقدمة الرسالة العملية لبشير النجفي فقد كتب عقائده في مقدمة رسالته العملية عودوا إلى مقدمة محمد الشيرازي فقد كتب عقائده في مقدمة رسالته العملية وهكذا أخوه صادق الشيرازي كتب في مقدمة رسالته العملية عقائده التي يعتقد بها عودوا إلى ما كتب سعيد الحكيم في كتبه العقائدية وعودوا إلى ما كتبه محمد باقر السيستاني يعرض المنهج العقائدية السيستاني في كتابه الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين يعرض لكم عقيدة هي أسوأ من عقيدة الأشاعرة والمعتزلة عودوا إلى كل الكتب العقائدية التي كتبت في زماننا هذا أو في الأزمنة الماضية عودوا إلى الباب الحادي عشر الذي يدرس في حوزة النجف عودوا إلى شرحه إلى شرح الباب الحادي عشر عودوا إلى تجريد الاعتقاد الباب الحادي عشر كتبه العلامة الحل وشرحه كتبه المقداد السيوري وتجريد الاعتقاد كتبه نصير الدين الطوسي وأما شرحه كشف المراد فقد كتبه العلامة الحل عودوا إلى عقائد الإمامية للمظفر التي أسميها بعقائد الأموية عودوا وعودوا إلى كل الكتب العقائدية وقارنوا فيما بينها وبين ما عرض في هذا البرنامج ستصلون إلى نتيجة واحدة عقائد أهل البيت هي هذه وعقائد مراجع الشيعة لا علاقة لها بأهل البيت مطلقا لا من قريب ولا من بعيد تستطيعون أن تصلوا إلى هذه النتيجة بأنفسكم عندكم عقول واحترموا عقولكم وقارنوا فيما بين المضامين التي عرضت في هذا البرنامج منذ بداية شهر رمضان وإلى أن تنتهي هذه الحلقات وكل الحلقات في عرض صحائف العقيدة السليمة من منابعها الأصيلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قارنوا بين هذه النظافة والطهارة وبين تلك القمامة والمزبلة في كتب مراجعكم إنهم مراجع النجف لا أتحدث عن الجغرافية أتحدث عن المنهج قد يكونون في النجف وقد يكونون في غير النجف من الجهة الجغرافية قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون أيام الله كيف يغفرون لهم فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم من هم الذين لا يعلمون أيام الله هم الشيعة أنتم أنتم لا تعلمون أيام الله ولا تعلمون ضرورة الاعتقاد بها وهأني قد أكون مصداقا من هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه الآية قل للذين آمنوا ممن اطلعوا على العقائد السليمة يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الحديث هنا عن الشيعة وإلا لو كان الحديث عن النواصب فلماذا يصدر الأمر للذين آمنوا أن يغفروا لأعداء الله اللهم والي من والاه وعادي من عاده الذي لا يوالي عليا ويعادي عليا هذا ناصبي فلن تتحدث الآية عنه إنما هم الشيعة الذين ضل لهم مراجع النجف إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضلوا أنفسهم وأضلوا شيعة معهم وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع أعيد قراءة الرواية عليكم عن داود بن كثير عن الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يرجون أيام الله لأنهم لا يعرفون الاعتقاد بها هم باقون على عقيدة مرحلة التنزيل عقائدهم عقائد النواصف عقائد سقيفة بني ساعدة فيجب على الذين يعرفون العقائد السليمة أن يبلغوا الشيعة بذلك هذه هي وظيفتي لماذا تستغربون من كشف الحقائق لكم القرآن هو الذي يصدر الأمر لي قل للذين آمنوا أمر من الله إلى رسول الله ورسول الله هو الذي يصدر الأمر إلي إلي وإلى أمثالي قل للذين آمنوا آمنوا بالعقائد السليمة يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الذين لا يعرفونها من الشيعة فكيف يرجونها وكيف يعتقدون بها قارنوا بين موقف قناة القمر وبين موقف حوزة النجف وماذا يقولون عن منهج قناة القمر قارنوا 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 واحترموا عقولكم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون حتى تتضح الحقائق وتقام الحجج وحينئذ يجازى كل شخص بحسبه الآية التي بعدها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءف عليها ثم إلى ربكم ترجعون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم بأيام الله فقد غفروا له هل تستطيعون أن تصلوا إلى تفسير هذه الآية بهذا الشكل من دون الرجوع إلى حديثهم هؤلاء الذين هم في النجف مضحكة مسخرة هؤلاء بغالوا إبليس واتخذوكم بغالا له أعرضوا لنا أعرضوا لنا أعرضوا لنا الوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لنا أخر بابل ما توصل للنوبيرية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتقبض خمسة قال لي مستعجب مش درعب تركب يعني خلاقه أهمي شيني كما تقول خلاقه أهمي شيني يتبقوا لهم وكان حالة أسماء فقوش ديخ عربي فقوش ونص عبارة كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء عرضوا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا معلم إجمالي لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة يا شيعة يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات يصنع الجبارين يظلموكم وإنتم عليهم راضين يظلموكم وإنتم عليهم راضين ركبوكم بإسمي الشرع والخدعة دينية وتالي حصرنا وتالي حصرنا يا الربع ديخي يا ديخي يا ديخي يا شيعة يا أهل العراق يا شيعة وإنتم عليهم يا رضا يا أهل العراق يا أهل العراق يا أهل العراق الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا تقول هكذا نقرأ فيها وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وقلبي لكم مسلم آل محمد وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم إلى آخر الزيارة الشريفة حينما تقرؤون ويردكم في أيامه ماذا تفهمون منها ومن أين تأخذون الفهم من عندي أنفسكم فأنتم جهال لا خبرة لكم في حقائق هذه الزيارة الشريفة أم من ثولانكم في النجف فهم لا يعتقدون بالرجعة وتفاصيلها أصلا وحينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون عن عودة بعض الأموات زمان الظهور الشريف ومع ذلك يقولون من أن الاعتقاد بها ليس ضروريا هذا هو الموجود في كتبهم في أحسن الأحوال يعتقدون بعودة بعض الأموات زمان الظهور الشريف أما أن الرجعة العظيمة بكل تفاصيلها وزمانها طويل وطويل جدا وتفاصيلها عظيمة إلى أن تتحول الأرض إلى جنة الدنيا فإن الأرض في زمان الدولة المحمدية العظمى ستتحول إلى جنة إلى جنة بالمعنى الحقيقي ستتغير القوانين الطبيعية فيها كل شيء سيتبدل هذا هو الذي حدثون عنه صلوات الله عليهم فعينما تقرؤون الزيارة هذه كيف تفهمونها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر وعينما تكون القراءة لا خير فيها فإن القارئ لا خير فيه لو كان في القارئ خير لكان في قراءته خير لماذا لا خير فيكم السبب النجف 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 بلاؤنا من هناك ضلالنا من هناك من هذه الحوزة المشؤومة من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية من آيات الشيطان العظمى من هؤلاء المراجع الذين ما أرجعونا إلى أهل البيت أرجعونا إلى سقيفة بني ساعد تلاحظون أن القرآن وأن الزيارات وأن الأحاديث تتحرك باتجاه واحد ألا لعنة على منهج حوزة النجف الذي بعد فيما بيننا وبين عقائد محمد وآل محمد بعد فيما بيننا وبين ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليه هكذا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم 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 هذه التي ترددونها لا معنى لها إن لم تعتقدوا بعقيدة أيام الله وبالسلسلة الكاملة من يوم القائم إلى يوم الرجعة إلى يوم القيامة معكم معكم هذه ستكون كذبا وجهالة وضلالا يا أيها الشيعة الذين أنتم لستم بشيعة لمحمد وآل محمد أنتم شيعة السيستاني أنتم شيعة الخوئي أنتم شيعة فلان وفلان أنتم شيعة الوائلي فالوائلي في مجالسه يستهزئ بالرجعة استهزاء واضحا جدا ويتندر بكلام محمد حسين كاشف الغطاء من أن أحاديث الرجعة عنده لا تساوي فلسا واحدا كل هذا عرضناه في البرامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية ما هم مراجع النجف يتسابقون في توهين عقيدة الرجعة واحد يقول لا تساوي عندي فلسان وآخر يقول لا تساوي عندي قلامة ظفر وأنتم ماذا تساوون أنتم لا تساوون قمامة بالقياس إلى ما جاء عن محمد وآل محمد في أحاديثهم أنتم لا تساوون قمامة عندنا أيضا فمثل ما تقولون عن أحاديث محمد وآل محمد لا تساوي فلسا ولا تساوي قلامة ظفر إلى غير ذلك من هراء مراجع النجف أنا أقول لكم لا تساوون عندي قمامة فالقمامة أغلى ثمنا منكم قطعا سترفضون أنتم 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 شيعتهم لكن حينما يسيئون إلى آل محمد لا ترفضون طيح اللحظكم وقلبي لكم مسلمون ورأيي لكم تبعون ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ويردكم في أيامه هي هذه الأيام قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أنتم الجهال بعقائدكم الذين لا تعرفون عقيدة الأيام المحمدية التي هي أيام الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون سود الله وجوه الشيعة لا يرجون أيام الله لكن رحمة محمد وآل محمد واسعة بهم هذا هو حال الشيعة من الذي أوصل الشيعة إلى هذا الحال مراجع النجاف حوزة النجاف إنهم بنو طوسي بنو مرجعية منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا ومراجع اليوم هم الأسوأ عبر التاريخ الماضي المراجع المعاصرون هم أسوأ من كل الذين تقدموا هذا هو واقعنا نذهب إلى فاصل نخلص إلى هذه النتيجة من أن الاعتقاد بالأيام المحمدية هو جزء ضروري من الاعتقاد بالنبوة الخاتمة وشؤونها فالأيام المحمدية هي شأن واضح وشأن من أهم الشؤون التي ترتبط ارتباطا مباشرا ببعثة محمدين برسالة محمدين بنبوة محمدين بدين محمدين بكتابه بعترته بكل ما له من علاقة بمحمد صلى الله عليه وآله فالأيام المحمدية هي يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة سلسلة واحدة يجب علينا أن نعتقد بها بتفاصيلها المقام ليس مقاما للدخول في كل صغيرة وكبيرة إنني بصدد عرض الخطوط العامة لتشكيل خارطة العقيدة السليمة مثلما اتفقنا على هذا منذ بداية البرنامج في أول يوم من أيام شهر رمضان اتفقنا أن يكون البرنامج لعرض خارطة لعقيدتنا السليمة والخارطة تعني أن نرسم حدودا لهذه العقيدة السليمة دون أن نتوغل في التفاصيل فقد أرجعتكم إلى برامج الطويلة المفصلة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية والتي أيضا تعرض بشكل دائم ومستمر عبر هذه الشاشة إذن الأيام المحمدية التي هي أيام الله يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة لا بد أن نعتقد بكل هذه السلسلة وبكل تفاصيلها إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم فإننا نجد الآيات بحسب تفسيرهم لا بحسب تفسير سقيفة بني ساعدة ولا بحسب تفسير سقيفة بني مرجعية بني نجف بحسب تفسيرهم الذي ينكره هؤلاء الأوباش في النجف بحسب تفسير محمد وآل محمد الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير فإننا نجد أن تماهيا واضحا في آيات الكتاب الكريم ما بين يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة أضرب لكم أمثلة لا أستطيع أن أتوغل كثيرا في سورة الزخرف وفي الآية السادسة والستين بعد البسملة هل ينظرون إلا الساعة ينظرون ينتظرون هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون إذا ما قرأنا الآيات السابقة والآيات اللاحقة فإن الآية ترتبط بأحوال يوم القيامة قطعا الآيات وجوه وآفاق ومطالع ومجاري لكن بحسب الوجه الأول للسياق اللغوي هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون تستمر الآيات الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب إلى آخر الآيات فالآية في سياق من سياقاتها هي في يوم القيامة ولكن في تفسيرهم أيضا فإن الآية في قيام القائم حيث تتمهى قيامة القائم مع القيامة الكبرى إنها أيام محمد وآل محمد هذا تأويل الآيات الظاهرة المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل صفحة خمسمائة واحد وسبعين الحديث السادس والأربعون نقل الرواية عن تفسير من أهم تفاسيرنا لكن أسفا هذا التفسير ليس متوفرا بين أيدينا إنه تفسير محمد بن العباس تفسير ابن الماهيار من أهم تفاسيرنا إنه جامع للأحاديث التفسيرية بقيت منه بقايا تنتشر في كتب الحديث كتفسير جابر الذي ضاع ضيعوه ضيعوه لم يضيعه النواصب يضحكون عليكم أن النواصب ضيعوا كتب حديثنا نواصب النجف هم الذين ضيعوا كتب حديثنا وهم الذين حرفوا أحاديث أهل البيت الزيارة الجامعة الكبيرة في نسختها الأصلية من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم حرفوها ومن قصده توجه بكم في نسخة العيون ومن قصده توجه إليكم إلى الآن لم يلتفتوا إليها هي موجودة في عيون أخبار الرضا لكنهم حرفوها في الفقيه وحرفوها في التهذيب في تهذيب الأحكام للطوسي حرفت الزيارة وفي كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه حرفت الزيارة لكنها في نسختها الأصلية في عيون الأخبار لم يلتفتوا إليها من أن الزيارة موجودة هناك وهناك من علماء المخالفين من نقل الزيارة عن العيون وهي موجودة في كتبهم بنفس النص في كتب المخالفين هذا الكلام تحدثت عنه في برامج سابقة في الطبعات القديمة لمفاتيح الجنان حينما يصلون إلى هذه العبارة فإنهم يكتبون النسختين ومن قصده توجه إليكم ومن قصده توجه بكم في زماننا هذا حذفوا إليكم وأبقوا نسخة واحدة بكم هكذا تتم عملية التحريف من قبلي أو باش النجف يضحكون عليكم من أنهم يراعون الدقة والمتانة والتحقيقة كل هذا خبن هذا كل سلق كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية هذا كل خبن كل سلق صفحة خمسمية واحد وسبعين الحديث السادس والأربعون من بقايا تفسير محمد بن العباس بن الماهيار بسنده عن علي بن جعفر الحضرمي عن زرارة ابن أعين قال سألت أبا جعفر الإمام الباقر هناك من يقرأه ابن أعين وهناك من يقرأه ابن أعين سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته الآية نفسها التي في سورة الزخرف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون زرارة يسأل الباقر عن الآية هذه فماذا يقول إمامنا الباقر قال هي ساعة القائم هي ساعة القائم تأتيهم بغتة إنها قيامة القائمة في وجه من وجوه الآية وفي سياق آخر إنها القيامة الكبرى تتماهى المعاني هنا وما بين قيامة القائمة والقيامة الكبرى هناك قيامة الرجعة العظيمة تتماهى هذه المعاني سأضرب لكم مثالا آخر فماذا قال الباقر هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة قال هي ساعة القائم تأتيهم بغتة هذا في سورة الزخرف نذهب إلى سورة الأنعام وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مبلسون يائسون مبلسون في غم وهم وهم وكآبة شديدة لا حدود لها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هذا في الدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فالآية في وجه من وجوهها تشير إلى عذاب تنتهي به حياة الإنسان حياة الأمة إلى الموت ومنها إلى القيامة وفي وجه من وجوهها الحديث عن أيام محمد وآل محمد هذا هو تفسير القمي الطبعة نفسها والآية هي هي الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الأنعام والحديث والحديث يرويه لنا أبو حمزة الثمالي عن باقر العلوم صلوات الله عليه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال أما قوله فلما نسوا ما ذكروا به يعني فلما تركوا ولاية علي أمير المؤمنين وقد أمروا به أمروا به أمروا بولاء علي أمروا بولاية علي فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني دولتهم في الدنيا كدولة سقيفة بني ساعد كدولة بني أمية كدولة بني العباس وهكذا فإن الأمور دالت ورجعت إليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها وما بسط لهم الله فيها أو وما بسط لهم فيها وأما قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني بذلك قيام القائم حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قط فذلك قوله بغتة وهذا الكلام ينطبق على دولة بني العباس الشيعية التي تحكم العراق في الزمن الذي يكون قريبا من ظهور الحجة بن الحسن هذا المضمون لا أقوله على وجه الاحتمال الروايات تتحدث عن ذلك إذا جمعنا النصوص فإن الذي تتحدث عنه الآية يرتبط بذلك الموضوع عن حكومة لبني العباس في العراق في آخر الزمان في زمن قريب من ظهور الحجة بن الحسن أعيد قراءة الرواية عليكم عن أبي حمزة الثمالي عن باقر العلوم في قول الله عز وجل حيث سأل أبو حمزة الإمام الباقر عنها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال أما قوله فلما نسوا ما ذكروا به يعني فلما تركوا ولا يتعلي أمير المؤمنين وقد أمروا به أو أمروا بها والمعنى واحد فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها أو وما بسط الله لهم فيها وأما قوله قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني بذلك قيام القائم حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قط فذلك قوله بغتة في الرسالة الأولى التي أرسلها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وأنا أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين صفحة 498 من الرسالة الأولى التي بعث بها إمام زماننا إلى المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة وقد وصلت في شهر صفر إلى يد الشيخ المفيد ماذا جاء في آخر الرسالة فليعمل كل امرئ منكم والخطاب لي ولكم أيضا هذه رسالة لكل الشيعة في جميع الأزمنة والأمكن فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة الحوبة هي الإثم وآثار المعصية فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة المضامين هي هي في القرآن وفي الأحاديث التفسيرية وفي زياراتهم وفي رسائلهم وفي كل كلماتهم هناك تماهي في الآيات القرآنية التي تحدثت عن القيامة عن الرجعة عن القائم صلوات الله وسلامه عليه الآيات هي فالآيات التي تشير إلى قيام القائم هي بنفسها تشير إلى قيام الرجعة وهي بنفسها تشير إلى قيام القيامة الكبرى هذا لا يعني أن كل آية تتناول قيام القائم تشير إلى القيامة أو إلى الرجعة أنا أقول هناك آيات وليس كل آية تتحدث عن القيامة الكبرى تشير إلى قيام القائم كل كلام بحسب مفرداته وبحسب موضوعه وبحسب سياقه لكن هناك آيات يتماهى فيها معنى قيام القائم مع معنى قيام القيامة الكبرى وهناك آيات يتماهى فيها معنى قيام القائم مع قيام الرجعة العظيمة وهناك آيات يتماهى فيها قيام الرجعة العظيمة مع قيام القيامة الكبرى هذه المضامين تتماهى فيما بينها وهي تشير إلى سلسلة واحدة من الأيام إنها أيام الله إنها أيام محمد صلى الله عليه وآله يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة هذه هي أيام الله نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر